أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري رفقة وزيرة ثقافة سوريا مولوجي على إطلاق المشروع الموصوم بالمسرح في رحابة الجامعة من أجل تشجيع الإبداع الفني في حرم الجامعة وللحديث أكثر عن هذا المشروع أصعد باستضافتنا في البلاتو والسيد عزدين ربيكا المدير الفرعي بالتنشيط الجامعي صباح الخير سيد ربيكا صباح النور سيدة الفاضلة صباح النور إلى كل مشاهدي قناة الشروق وأشكركم على هذه الاستضافة اللطيفة هذا الصباح شكرا جزيلا لك إذن أستاذ ربيكا مشروع أو المسرح في رحابة الجامعة اتفاقيات تم إبرامها بين وزارتي تعليم العالي ووزارة الثقافة يعني حدثنا بأكثر تفصيل عن هذا المشروع ككل إذن مشروع المسرح في رحابة الجامعة هو محطة أخرى من محطات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سبيل ترقية الفعل الثقافي داخل الوسط الجامعي السنة الماضية انطلقنا من جامعة محمد بقربي بمرداس في مشروع سينما الجامعة هذه السنة بالأمس كان موضوع المسرح في رحابة الجامعة لتكون لنا لبنة أخرى نضعها في مسار ترقية الفعل الثقافي وفتح كل الأبواب لأبنائنا الطلبة لسقل مواهبهم في مختلف مجالات الفعل الثقافي برنامج رحاب أو المسرح في رحابة الجامعة يرتكز أولا على خمسة مبادئ أساسية كلها تصب في أهداف كبرى تتمثل في تكوين فتح ورشات كبرى لأبنائنا الطلبة في كل المؤسسات الجامعية كما تفضل السيد وزير تعليم العالي والبحث العلمي أمس وفصل في هذا الموضوع فتح 115 ورشة في 115 مؤسسة جامعية وهذا الهدف الأبرز من خلال برنامج التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والفنون إذن البرنامج بصفة عامة يرتكز على خمسة محاور أساسية الأولى تتعلق بتوزيع الأعمال الفنية من هنا ومن هناك من هنا من وزارة التعقافة كأعمال محترفة ستدخل إلى الوسط الجامعي من خلال عمل مسرحي فني محترف كل اثنين من آخر شهر يعني بإمكان الأسرة الجامعية أن تقدم لها عروض داخل الوسط الجامعي في نهاية كل شهر هذه النقطة النقطة الثانية تتعلق بإمكان حتى أبناءنا الطلبة الموهوبين في مجال المصرح أن يقدموا أعمالهم من خلال نوادي مسرحية تنشأ هنا وهناك في مؤسسة هنا نعم ربما هذه النقطة ربما كيف يتم انتساب الطلبة لهذه النوادي والورشات هل يعني الميول والهوايات يعني اليوم نشهد اهتمام كبير بهذا الجانب حتى ابتكار أو استحداث بكالوريا الفنون اليوم الوساية وحتى على أعلى مستوى رئاسة الجمهورية وحتى الحكومة تولي هذه الأممية الكبيرة إذن كيف يمكن انتقاء الطلبة أو جذبهم إلى مثل أو هكذا ورشات في الجمهور إذن طبعا كل هذا الأمر يندرج أو جاء ليجسد التوجهات العامة لسيد رئيس الجمهورية في مجال ترقية الحس الثقافي والإنتاج الفني والثقافي بصفة عامة وفي الوسط الجامعي بصفة خاصة إذن قلت بالنسبة للورشات أو بالنسبة للنوادي المسرحية حتى أعطيكي بعض التدقيق في مجال نوادي الجامعة الجزائرية بصفة عامة في 115 مؤسسة جامعية نجد أزيد من 500 نادي جامعي في مختلف المجالات يحظى المسرح الجامعي لوحده بأزيد من 20 نادي مصرحي في مختلف المؤسسات الجامعية دون أن نتحدث عن الفرق الفنية والمسرحية الموجودة نعم هي اللبنة موجودة اللبنة موجودة بقي فقط أن نضعها في إطارها الحقيقي من خفية وتوسيع ربما نطاق النشاط من بين أهداف هذا برنامج تعاون هو التعزيز فكرة إنشاء النوادي المصرحية في الوسط الجامعي وهكذا تؤثر مجهودات أبنائنا الطالبة في إطار ورشات تكوينية محترفة تضمنها هذا البرنامج هذا برنامج تعاون الذي من إحدى أهدافه الرئيسية أيضا فتح ورشات تكوينية في كل المجالات الإخراج الكتابة المصرحية السينغرافية التمثيل الإلقاء وغيرها من مجالات أبن الفنون أو المصرح الجامعي نعم ربما سأعود بك إلى سينما الجامعة هاين وصلت هذه الفعاليات التي تحدثت عن إطلاقها العام الماضي نعم سينما الجامعة عرفت في موسمها الأول نجاحا باهرا بتقديم أزيد من 900 عرض سينمائي في مختلف المؤسسات الجامعية والخدمتية نحن نتحدث هنا عن جامعات عن مراكز جامعية عن مدارس عليا وعن إقامات جامعية في مختلف جهات الوطن الأربع المشروع الذي عرف نجاحا باهرا أيضا مستمر هذه السنة في موسمه الثاني والذي عرف تغذية الأرضية الرقمية المخصصة لتحميل الأفلام التي تعرض كل ثلاثاء في مختلف المؤسسات الجامعية بأفلام جديدة باتفاق أيضا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والفنون وسنعمل أيضا على إطلاق الموسم الثاني عن قريب بحول الله ربما في مؤسسة من المؤسسات الجامعية في غرب أو الشرق أو وسط البلاد أو جنوبها نعم أستاذ أربيكا لو بالحديث عن تجربة هذه تجربة المصرح في رحابة الجامعة هل يمكن الوصول بهذه النشاطات ربما إلى حد حصول على إنتاجات مصرحية من الجامعة؟ وحتى ربما انتقاء فنانين مصرحيين اكتشاف المواهب وإنتاجات مصرحية تكون من صلب الجامعة طيب أنت تحدثت عن اهتمامنا كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأبنائنا الطلبة إذن هذا هو دورنا كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نكتشف الموهبة نكتشف الموهبة من خلال هذا الفعل الثقافي في كل المؤسسات الجامعية نؤطرها في شكل ورشات نغذيها بكل النظريات التي تتعلق بالثقافة والفنون ونقدمها جاهزة للمجتمع في شكل كاتب أو مخرج أو فنان أو حتى رياضي في مختلف المجال هذه فلسفة وزارة هذه الفلسفة التي تقوم عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نساهم في نماء المجتمع من خلال تقديم كوادر في مختلف المجالات أدعوك وأدعو من خلالك قناة الشروق المحترمة التي ترافقنا دائما في مختلف محطاتنا إلى تغطية مهرجان المصرح الجامعي في طبعته 14 الذي سيكون شهر أفريل بحول الله تعالى بسيدي بالعباس ستحتضنه جامعة سيدي بالعباس ستقفين على إبداعات خلاقة لأبنائنا الطالبة سترين كيف يبدع الطالب الجامعي في المصرح كتابة وتأليف وإخراج وإضاءة وموسيقى الطالب الجامعي طالب مبدع نحن فقط نشتهد لنضعه لنوفر له ذلك المناخ المناسب ليفجر تلك الطاقات الكامنة ثقتنا في أبنائنا الطالبة كبيرة جدا طالبتنا مبدعون فقط نوفر لهم المجال نؤطر ونرسم لهم الطريق نعم بإطلاق هذه المبادرة وهذا المشروع هل ربما تم إعداد قائمة أو ربما مسودة بالمشاركين ربما من الفنانين والمختصين في مجال الإبداع المصرحي من أجل إثراء هذه الورشات طبعا الورشات نعود إلى فكرة الورشات هذا برنامج تعاول الذي أمضاه سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيدة وزير الثقافة والفنون سيمس كل الولايات من 40 ولاية وكل ولاية فيها مؤسسة جامعية أو أكثر من مؤسسة جامعية هذا البرنامج الإطار العام سيضع المسؤولين المحليين من الجامعة ومن مديريات ثقافة ومسارح جهوية يضعهم في إطار خاص ويدعوهم لتشكيل لجان أخرى محلية من خلالها تنظم الورشات في كل المؤسسات الجامعية داخل أوخار الجامعة وسيؤثر طبعا هذه الورشات مختصين في مجالات متعددة في الكتابة وفي الإلقاء في الصينغرافيا وغيرها إذن التأطير مضمون من شخصيات فنية وأكاديمية متمرسة ومتخصصة في مجال المسرح الطلبة موجودين الإقبال من الطلبة موجود جدا ولنا تجارب كبيرة خاصة أن المسرح الجامعي جاذب للطلبة واعتقد أن حضور الطلبة بشكل قياسي أمس صباحا ومساء في المسرح الوطني دليل على أن الطالب الجامعي شغوف بالمسرح الجامعي نعم اليوم ربما الهدف الأسمى لوزارة تعليم العالي والبحث العلمي ربما الرقي والخروج بمؤسسات حاضنة فيها من حرم الجامع اليوم نحو تعزيز ربما الإبداع ليس فقط في مجال مؤسسات الناشئة والاقتصاد اليوم إبداع نحو تعزيز الإبداع الفني من الحرم الجامعي إذن ماذا بعد المسرح؟ إذن بعد المسرح وزارة التعليم العالي لديها برنامج سنوي فيه حوالي 29 مسابقة وطنية جامعية ثقافية تمس كل ولاية الوطن كوزارة لا نهمل أي مجال أو تخصص في مجالة ثقافة والرياضة أيضا نحن هنا بصدد الحديث عن الثقافة في الجامعات الجزائرية تنظم سنويا 29 مسابقة وطنية جامعية في التنصيد في الرسم الكاريكاتوري في الشعر في المونولوج نتجه بعد أيام قليلة للمهرجان الوطني الجامعي للمونولوج نتجه بعده للزخرف والخط بالبوليدة نتجه بعده إلى الكاريكاتوري والفنشكيلي في تبسة إذن هناك زخم ثقافي حقيقي في الوسط الجامعي يجد الطالب كل المسارات أو كل أذواقه الثقافية والفنية مجسدة في هذا البرنامج السنوي فقط بإمكانه أن يختار المسار الذي يرغب فيه وينخرط في هذه النشاطات التي تحتضنها كل المؤسسات الجامعية إذن اليوم من الجامعة ودون ربما ليس من الضروري الذهاب إلى تخصص الفني يمكن للطالب الذي يحوز على موهب أن يتخرج في مجال تخصصه وهي زائد فنان أو منتج في مجال الفن كلمة أخيرة ربما سيدة إذن هذا هو عدت إلى فلسفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في برمجة النشاط الثقافي في الوسط الجامعي بالمناسبة قلت أنه ليس بالضرورة طبعا ليس بالضرورة أحيانا نعم هناك هذه المعضلة أن العديد من الطلاب لديهم موهبة ولكن لا يمكنه أن يتخصص فيها تخصص مصرح أو تمثيل لكنه يمارسها باحترافية نعم وهذا هو الشأن ويعني التأطير لما يكون في الجامعة رح يؤدي إلى نتائج إيجابية في الكثير من الحالات عندما ننظم مثلا نأخذ مسابقة الوطنية الجامعية في الشعر التي وطنت هذه السنة بجامعة محمد خيضر ببسكرة في الغالب أغلب المتفوقين يكونون من تخصصات التقنية والطبية ليس من الأدب العربي رأيتي هذا الجمال في المسابقات الثقافية يعني الطالب الموهوبين موجودين في كل مكان وفي كل تخصص يمكن أن تخرج الجامعة الجزائرية طبيب فنان ومهندس ممثل الجامعة الجزائرية واللادى للنوابغ والمواهب في شدة المجالات شكرا جزيلا لك الأستاذ عزدي نربيكا مدير فرعيبي لأتنشيط الجامعي شكرا على إذراء النقاش شكرا لك